سيبقى وجه الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة علامة بارزة وشاهدا مهما على فصل قاس في تاريخ القضية الفلسطينية وستبقى الأحداث التي عايشها الرجل وصنعها مصدر إلهام لأجيال قادمة غسان أبو ستة الذي آثر الرجوع من بريطانيا فورا في الثامن من أكتوبر مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليشارك في تضميض جراح أهل غزة بينما كان الواقع ينبئ أن غزة ستخوض أصعب معاركها على الإطلاق شهد أبو ستة في غزة مجازرة لا تعد ولا تحصى لكن أبرزها كان مصدرت المستشفى المعمداني الذي شكلت شهادته على تفاصيلها وثيقة مهمة يمكن الاستناد إليها لإيدانة الاحتلال الإسرائيلي أبو ستة قضى في غزة أكثر من أربعين يوما متنقلا بين مستشفياتها ثم خرج منها بعد أن خرجت أغلب تلك المستشفيات عن الخدمة بفعل القصف والحصار الإسرائيلي الآن عاد أبو ستة لمباشرة واستكمال لمصاره الأكاديمي لكنه لا ينفك فيه عن قضيته الإنسانية وقضية بلاده الكبرى فقد ترشح الرجل لمنصب قيادي في جامعة بلاسكول السكتلندية ببرنامج اعتبره البعض متهورا أبو ستة تعهد في حال فوزه بمنصب ريكتور الذي يوازي في جامعة أخرى منصب رئيس الجامعة أو الشخص الذي يفوضه الطلاب لإدارة شؤون الجامعة لمدة ثلاث سنوات تعهد بالعمل على سحب استثمارات الجامعة من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي نشاهد ديم الحج كثيرون لم يكن متفائلين بخصوص قدرة الدكتور أبو ستة على الفوز بالمنصب خصوصا مع نشاط مجموعات الضغط الدائمة للاحتلال الإسرائيلي في أغلبية الجامعات الغربية لكنه حقق المفاجأة فاز بنسبة كبيرة جدا 80% من أصوات الطلاب على أن يمثل مصالحهم في المجلس الذي يدير الجامعة وموارد الجامعة أيضا لم تكن نسبة فوز أبو ستة فقط هي المفاجأة في الأمر فنسبة المشاركة بنفسها كانت المفاجأة أيضا حصل أبو ستة على ما يزيد عن أربعة آلاف صوت في حين فاز الرئيس السابق للجامعة بأقل من ألف صوت أبو ستة احتفل بالفوز الكبير مع أعضاء حملة بهذه الصورة التي نشاهدها التي ارتدوا فيها الكوفية الفلسطينية واحتفلت الجامعة بانتخابه وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي نأخذ على سبيل المثال حسن يقول هذا مؤشر مهم حينما ينتخب طبيب فلسطيني من قبل الطلاب رئيسا للجامعة أو لأكبر جامعة في سكوتلندا بهذا البرنامج الجريء وبتلك النسبة الكبيرة فهذا يعني أن المستقبل إن شاء الله سواد على إسرائيل وسرديتها في الغرب صالح يقول هكذا رويدا رويدا يفقد مشروع الاحتلال الصهيوني المسمى إسرائيل مشروعيته خطوة خطوة حتى ينهار على نفسه مراكمة الإنجازات تجعل المصخ الصهيوني خاويا على عروشه هكذا تصنع الدربات الاستراتيجية وهو الذي فعله طوفان وبركات الأقصى يقول صالح العبري أخيرا لينا تقول أخيرا العالم الحر يصحح مساره ويعيد المعايير إلى نصابها الصحيح مبروك للدكتور غسان أبو ستة بالمناسبة جامعة بلاسكو واحدة من أكبر جامعات سكوتلندا ومن أقدم جامعات المملكة المتحدة بشكل عام وقد ترأسها في وقت سابق ويلا المفارقة ترأسها وزير الخارجي البريطاني أرثر بيلفور صاحب الوعد المعروف بوعد بيلفور بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين ترجمة نانسي قنقر